وفي نفس هذا السياق الطوسي العباسي في سياق فتاوى الشذوذ الجنسي صباح شبر يحدثنا عن فتاوى الخوئي الفيديو الأول الأب الأخ أبناء الأخ وأبناء الأخت العم الخال هؤلاء يحرم التزاوج بينهم يعبر عنهم بالمحارم المحارم يجوز للمرأة أن تتكشف أمامهم لكن لا بشكل مطلق ما بين السرة إلى الركبة يستر ما فوق السرة وما تحت الركبة لا يجب ستره طبعا هذا في الوضع الاعتيادي يعني هناك أوضاع خاصة ربما تحصل تستدعي خلاف ذلك الحين مثلا أخت وشابة تريد تظهر مثلا صدرها كله أمام مثلا أخوتها أو أمام أبيها أو عمها أو خالها كحكم أولي جائز لكن أحيانا يكون تلاحظ هذه القضية قد مثلا تستنتج نتائج غير حسنة في الوضع الاعتيادي الوضع المتعارف المرأة يجوز لها أن تظهر ما فوق سرتها وما تحت ركبتها أمام المحارم هذا الذي يتحدث عنه صباح شبر بحسب ما يقول الخوئ وصباح شبر ذهب إلى جهة الاحتياط وإلا فتاوى الخوئ في أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى محارمه إلى أمه إلى أخته إلى بنته إلى محارمه إلى التي يحرمن عليه يجوز أن ينظر إليهن بشكل كامل ما عدا الفرج هذا هو الرأي الأصل للخوئ ولكنه يحتاط فيما بين السرة والركبة فهذا الذي تحدث عنه صباح شبر تحدث في جهة الاحتياط بحسب ما يقول الخوئ وهذا مبين في أجوبته على الأسئلة التي أجاب عليها في سنواته الأخيرة من عمره هذا هو الجزء الثاني من الكتاب نفسه الذي قرأت منه ما قرأت بخصوص فتوى اللعب بالعورات صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات إذا ذهبنا إلى الصفحة السابعة والثلاثين بعد المئتين هناك مسألة برقم ستمية وثمانية وتسعين هل يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأة من محارمه إلى ما بين السرة والركبة ما عدا القبل والدبر بدون تلذذ وريبة الخوئ قال لا يجوز ذلك على الأحواط على الأحواط ما هي بفتوى قطعية فالذين يقلدونه يستطيعون أن يذهب إلى غيره وغيره من الفقهاء والمراجع كلمتهم معروفة من أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى محارمه أن ينظر إلى أمه إلى بنته إلى أخته أن ينظر إلى جميع جسدها عارية ما عدا القبل والدبر وهذا هو الرأي المعروف عند الحوزة الطوسية عند سائر مراجع الحوزة الطوسية القذرة نفس الشيء إذا نذهب إلى صفحة 245 رقم السؤال 734 من المعلوم أن الرجل لا يجوز له أن يتزوج منكوحة أبيه لكن هل يجوز له أن ينظر إلى جميع بدنها عداء العورة وهل يجوز لها أن تنظر إلى بدنه كذلك وهل يختلف الحكم إذا كانت ولادة هذا الشخص بعد مفارقة أبيه لهذه المرأة الخوء يقول المحارم حكمهن سواء فهي كالتي ولدته الحديث عن منكوحة أبيه كما لا فرق بينه وبين من ولد بعد مفارقتها عن أبيه والأحوط لزوما هذا احتياط والأحوط لزوما ستروا ما بين السرة والركبة على النساء حتى عن المحارم ميرزا جواد التبريزي يقول إذا لم يكن نظرا التذاديا شهويا فلا بأس به كما في النظر إلى سائر الموارد وفي كون ما بين السرة والركبة عورة للمرأة مطلقا تأمل بل منع فقهاء الشيعة لا يقولون بأن ما بين السرة والركبة لا يجوز للرجل أن ينظر إليه من أجسام وأجساد محارمه لا يقولون بهذا القول وإنما يحرم النظر إلى القبل والدبر فأم الرجل إذا كانت عارية ووضعت يدها على قبلها وعلى دبرها فيجوز للولد أن ينظر إلى أمه لأنها من محارمه وهكذا بالنسبة لأخته وهكذا بالنسبة لجدته وهكذا لسائر المحارم فمجرد أن تضع المرأة يدها على قبولها ودبرها سيكون خلفها فيجوز حينئذ للرجال أن ينظروا إلى أجساد المحارم هذه فتاوى مراجع الشيعة والأمر هو هو في صفحة مئتين وثلاثة وخمسين رقم السؤال سبعمية وأربعة وسبعين ما هي حدود عورة المرأة بالنسبة إلى محارمها الخوء يقول هي القبل والدبر هذا هو الأصل وكذا من السرة إلى الركبتين على الأحوات هذا أمر احتياطي التبريزي يقول جواد التبريزي يضاف إلى جوابه قدس سره هذا بالنسبة إلى الرجال المحارم وأما بالنسبة إلى النساء فعورتها هي القبل والدبر خاصة والله العالم خلاصة القول الرأي الشائع والمعروف بين مراجع المذهب الطوسي في الحوزة الطوسية النجفية أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى محارمه ما عدا القبل والدبر ما يقوله الخوء ما بين السرة والركبة على نحو الاحتياط ولاحظتم رفض ميرزا جواد التبريز لكلامه قال فيه تأمل بل منع فإن عورة المرأة هي القبل والدبر مثل ما قلت لكم لو وضعت يدها على قبولها فإنه يجوز للرجال أن ينظر إليها من المحارم نذهب إلى الفيديو الثاني ل صباح شبار ثم بالنسبة للمحارم المحارم أبوها أخوها عمها خالها ابن أخوتها ابن أخوها المحارم هؤلاء لا يجب عليها أن تتستر منهم إلا ما بين السرة والركبة هذا المقدار أما ما طوق السرة وما تحت الركبة فلا إشكال فيه يعني الحين الركبة حد الركبة أو شوية أنزل السيد الخوئي رحمه الله قايل كأنه الركبة هم تنستر شوية أنزل حتى عن المحارم يعني الأم بالنسبة لابنها الأخت بالنسبة لأخيها لا تخلي الثوب أعلى طبعا بالمناسبة ربما هناك رأي هناك رأي أنه أكثر من هذا يعني الأورى فقط عن المحارم لكن السيد الخوئي قايل من السرة إلى الركبة حتى عن المحارم فوق السرة تحت الركبة عادي يجوز أيضا بالعنوان الأولي هذه هم خلي نقولها قبل مدة الصحف كانت الصيح على واحد أنه قايل خلي ما أدري الأخت شوية تراعي الوضع بالنسبة لأخيها وقال لأخيها لنقول الأخت لازم تتحجب عن أخيها لكن تكون القضية بشكل اللي لا نعوذ بالله يصير فيها إغراء وأمثاله يعني أحيانا قد يصير تجاوز ترتب نفسها بطريقة وكذا اللي مو عدلة تصير عموما كمسألة شرعية تستر احتياطا ما بين السرة والركبة يقول حد الركبة أو شوية أنزل إلى آخر الكلام شوية أنزل يعني مثلا أصبع أصبعين شقد يعني هذا كلام كله هراء فيه هراء الشيء المعروف عند فقهاء الحوزة الطوسية فهم يجوزون النظر إلى أجساد المحارم ما عدا القبل والدبر وقرأت عليكم ما قرأت من أن الرأي الأصل عند الخوع الذي يقطع به فإن العورة تنحصر في القبل والدبر ما فوق ذلك ما يتحدث عنه صباح شبر ما بين السرة والركبة هذا على نحو الاحتياط السيستاني هذا هو الجزء الثالث من منهاج الصالحين من الطبعة نفسها التي أشرت إليها إنها الطبعة الرابعة 1996 مكتب سماحت آية الله العظمى السيد السستاني دام ظله في الصفحة الحادية بعد العاشرة إنها المسألة الثالثة بعد العاشرة يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عداء العورة من دون تلذذ شهوي ولا ريبة وكذا يجوز لهن النظر إلى ما عدا العورة من جسده بلا تلذذ شهوي ولا ريبة والمراد والمراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحه الفتوى واضحة يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عداء العورة من دون تلذذ شهوي ولا ريبة يفهم من كلامه أن التلذذ على نوعين هناك تلذذ شهوي وهناك تلذذ ليس شهويا فهذا يعني إذا ما نظر إلى أتساد محارمه بتلذذ لكنه ليس شهويا فلا إشكال في ذلك كلامه هكذا يقتضي هل كانت عبارته قاصرة أم أنه يقصد هذا وعادة عودنا السستاني على أن فتاوى هي الأبعد الأكثر بعدا عن دين العترة الطاهرة لذلك ستكون الأقذر فهي الأقذر من بين كل الفتاوى التي سأعرضها عليكم الخوعي أضاف احتياطا إلى أصل الفتوى فجعل ما بين السرة والركبة من العورة احتياطا السستاني وقف عند العورة وجوز النظر بشرط ألا يكون بتلذذ شهوي ولا ريبة حينما وصف التلذذ بالشهوي هذا يعني أن تلذذ آخر هناك نوع آخر من التلذذ ما هو هذا أنا لا أدري حقيقة ولكن قد يفهم هذا من كلامه وإنما أقول هذا القول لأنني تعودت أن أجد فتاوى السستاني هي الأبعد عن دين العترة إذا أردت أن أقايسها بمن سبقه من المراجع أو بمن يعاصره الآن ففتاوى السستاني هي الفتاوى الأقذر والأوسخ والأبعد عن دين العترة الطاهرة صادق الشرازي من المراجع المعاصرين القذارة هي القذارة والوسخ هو الوسخ هذه رسالته العملية المسائل الإسلامية مع المسائل الحديثة صادق الشرازي هذه الطبعة الحادية والعشرون ألف أربعمية أو تسعة وعشرين هجر قمري الطبعة الحادية والعشرون سنة ألف أربعمية أو تسعة وعشرين هجر قمري إنها طبعة مطبعة شريعة قموا المقدسة فماذا يقول صادق الشرازي صفحة أربعمية وأربعة وأربعين رقم المسألة ألفين سبعمية وأربعة وثمانين يجوز للرجل والمرأة المحرمين أن ينظر إلى بدن الآخر ما عدا العورة يعني القبل والدبر إذا لم يكن بقصد اللذة ويقولون واحد تافل بحلق الآخر وأنا أقول لا واحد مخر بحلق الآخر القضية هكذا الكلام هو هو عند أخيه محمد الشرازي المسائل الإسلامية محمد الشرازي هذه الطبعة الخامسة والعشرون لسنة ألف وتسعمية وأربعة وتسعين طبعة دار العلوم بيروت لبنان إذا ذهبنا إلى باب أحكام النظر صفحة ستمية وتسعة رقم المسألة ألفين وستمية وسبعة عشر يجوز للرجل والمرأة المحرمين أن ينظر إلى بدن الآخر ما عدا العورة القبل والدبر إذا لم يكن بقصد اللذة ولم يكن خوف الفتنة هي بنفسها أثبتها صادق الشيرازي فصادق الشيرازي صدا لأخيه محمد إذا لم يكن بقصد اللذة وقطع الكلام هنا في فتوى محمد الشيرازي هذه الإضافة ولم يكن خوف الفتنة الكلام هو هو عند محمد الصدر هذه رسالته العملية الصراط القوين طبعة دار الأضواء بيروت لبنان الطبعة الأولى الف وتسعمية وثمانية وتسعين ميلادي الكلام هو هو صفحة ميتين وتسعة رقم المسألة خمسمية وثلاثة وخمسين وكذا يجوز للرجل النظر إلى محارمه من النساء وبالعكس وبالعكس يعني أن النساء ينظرن إلى الرجال فيما عدا العورة بالشرط المذكور بالشرط المذكور الذي تقدم ذكره في المسألة ما لم يكن عن تلذذ وريبة هذا هو الشرط المذكور هم يشربون من آنية واحدة هذا هو المذهب الطوسي وطريقة الاستنباط هي طريقة الاستنباط الشافعية وكذا يجوز للرجل النظر إلى محارمه من النساء وبالعكس فيما عدا العورة بالشرط المذكور ما لم يكن عن تلذذ وريب روح الله الخميني تحرير الوسيلة وهذا هو الجزء الثاني من طبعة دار التعارف للمطبوعات في الصفحة الثالثة والعشرين بعد المائتين إنها المسألة السابعة بعد العاشرة يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم يكن مع تلذذ وريب والمراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحه من جهة النسب أو الرضاء أو المصاهرة وكذا يجوز لهن النظر إلى ما عدا العورة من جسده بدون تلذذ وريب المنهج هو المنهج وإذا ما رجعتم إلى بقية المراجع فإن الكلام هو الكلام يجوز للرجل أن ينظر إلى محارمه ما عدا القبل والدبر وكذلك بالنسبة للنساء يجوز لهن أن ينظرن إلى محارمهن ما عدا العورة القبل والدبر أنا اخترت لكم نماذج من المراجع مسالكهم مختلفة فجئتكم بالخوئ وجئتكم بالسستان لأنه المرجع الأعلى في أيامنا هذه وجئتكم بصادق الشيرازي وجئتكم بمحمد الشيرازي وجئتكم بمحمد الصدر وجئتكم بروح الله الخميني اتجاهات مختلفة لكن الجميع على المذهب الطوسي الجميع يستنبطون الأحكام بنفس الطريقة الطوسية الشافعية ولذا فإن النتيجة واحدة هذا هو الذي يجري على أرض الواقع اعرضوا لنا فيديو يتحدث فيه رشيد الحسيني عن نفس هذا الموضوع المسألة الأولى أنه هل يجوز للشخص أن ينظر إلى أخواته وعماته وخالاته وأمه وبناته أكثر من الشعر واليدين والكفين والرجلين يعني بشكل واضح نذكر المسألة الشخص يقول سيدنا أنا أروح أسبح ويا عائلتي ويا أخواتي وعماتي وخالاتي مسبح وهذه بالمسبح على أي حال ملابس سباحة فهل يجوز ذلك الجواب نعم يجوز ذلك بشرط عدم الشهوة يعني بنتي أختي عمتي زوجتي أمي تلبس ملابس سباحة وتسبح فيجوز الإنسان المحرم أن ينظر إليها ولكن بلا إشكال أن يكون بلا شنو بلا شهوة يعني سيدنا شلون جواب ما بيشلون جائز ذلك جائز ذلك ولكن باستثناء العورة ما يحتاج إلى توضيح هذا بعد ما يحتاج إلى توضيح مثل ما يقول الرجل لأن جميع المراجعي يقولون بهذا القول مثل ما قال هو نعم يجوز ذلك بشرط عدم الشهوة يعني بنتي أختي عمتي زوجتي أمي تلبس ملابس سباحة وتسبح فيجوز للإنسان المحرم أن ينظر إليها ولكن بلا إشكال أن يكون بلا شنو بلا شهوة ملابس السباحة المايوهات يعني والآن المايوهات أصبحت ستيان وبكيني وفي الحقيقة هي عبارة عن خيوط خيوط و قطعة من الدانتيل المخرم التي لا تتجاوز سبعين أو ثلاثة أصابع هي هذه هذه ملابس السباحة خيوط وقطعة صغيرة من الدانتيل السؤال هل ذوق العترة الطاهرة هو هذا هل هذا دين العترة الطاهرة حتى لو أن مراجعنا لم يحقق هذا عملية أنا لا أريد أن أحاكم الناس على أعمالهم أنا أتحدث في الجانب النظري في الجانب الفكري الدين عقيدة ونظريات بعد ذلك يتحول إلى تطبيق عملي فأنا لست مسؤولا عن التطبيق العملي أنا أتحدث عن هذه الفتاوى وعن هذه الآراء وعن هذه المعتقدات ابتداء مما قرأته عليكم في الأسفار وانتهاء إلى هذا الكلام فأقول هل هذا هو دين العترة أنتم ماذا تقولون سأقرأ عليكم ماذا تقول العترة لكن المنهج الطوسية يرفض حديث العترة أقرأ عليكم من تفسير القم الذي يرفضه المنهج الطوسي يرفضونه يرفضون أحاديث الأئمة في تفسير القم هذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان إمامنا الباقر يفسر لنا الآية الحادية والثلاثين بعد البسملة من سورة النور ولابد أن تعرف من أن الأئمة صلوات صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يصوننا أن نعلم النساء سورة النور ويصون النساء أن يتعلمن سورة النور لماذا لما فيها من الأحكام والتفاصيل هذه الآية الحادية والثلاثون بعد البسملة والتي أولها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن إلى آخر ما جاء في الآية لست بصدد تفسير الآية وإنما أضرب لكم مثالا من دين العترة وقارنوا بين دين العترة الذي أطالبكم أن تعودوا إليه والذي يوصف بالدين الماسوني من قبل هؤلاء القذارة من قبل الطوسيين في حوزة النجاف قارنوا بين هذا الدين الماسوني وبين دين مراجع العظام مثل ما قلت لكم هذه هي الآية الحادية والثلاثون بعد البسملة من سورة النور عند هذه الجملة من الآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ماذا يقول إمامنا الباقر عند هذه الجملة ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الإمام سيقسم الزينة إلى ثلاثة أقسام زينة المرأة الظاهرة بشكل عام وزينة المرأة مع محارمها من الرجال وزينة المرأة مع زوجها هذا هو فقه العطر واستمعوا إلى متانة قول إمامنا الباقر وقارنوا فيما بينه وبين قول وفتاوى مراجعنا العظام الإمام الباقر هكذا يقول في قوله وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا ما ظهر منها فهي الثياب الملابس التي تتستر بها المرأة فهي الثياب والكحل في العين والخاتم في اليد وخضاب الكف والسوار السوار الذي يكون ملتصقا بالكف هذه الزينة الظاهرة والزينة ثلاث زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج فأما زينة الناس فقد ذكرناه ذكرت الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها يعني ما فوق الثديين موضع القلادة يكون دون نهاية الرقبة فموضع القلادة فما فوقها يعني ما فوق الثديين والدملج وما دونه الدملج زينة المرأة التي تضعها في عضدها هنا يعني من العضد فما دون والخلخان وما أسفل من زينة المرأة في نهاية رجلها وأما زينة الزوج فالجسد كله قطعا قد تكون هناك حالات في داخل البيوت فيما بين النساء والمحارم كأن تكون البيوت ضيقة تتألف من غرفة واحدة هناك أمور يمكن أن يتوسع فيها العمر لكن بنحو محدود بنحو محدود وهذا الكلام لا أقوله اقتراحا من عندي وإنما استنادا للأحاديث والروايات فأنا لست بصدد إيراد كل النصوص جئتكم بمثال قارنوا بين جمالي كلامي إمامنا الباقر الذي يضعفونه يرفضونه لماذا يرفضونه لأنهم يعتمدون المنهجة الطوسية القذرة النجسة الوسخ ولذا فهو ينتج هذه الفتاوى الوسخة أعيد قراءة الرواية عليكم إمامنا الباقر يقول في قوله في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار والزينة ثلاث زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج فأما زينة فقد ذكرناها فقد ذكرناها وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها والدملج وما دونه والخلخال وما أسفل منه وأما زينة الزوج فالجسد كله وحق الحسين هذه كلماته هذه عباراتهم وألفاظهم تلاحظون المتانة والدقة والجمال والحكمة تلاحظون العفة واضحة في هذه الكلمات الشريفة قارنوا بين هذا وبين مزبلة فتاوى المراجع الطوسي أين هذا مما يقوله رشيد الحسين وقول رشيد الحسين ما هو بقوله هو ناقل لما يقوله المراجع الطوسي رجاء أعيد لنا فيديو رشيد الحسين وأتمنى على المشاهدين أن يقارنوا بين ما يقوله رشيد الحسين وما هو بقوله شخصيا هو قول سائر مراجع الشيعة من الأموات والأحياء قارنوا بين ما يقوله في هذا الفيديو وبين ما قرأته عليكم من تفسير القمي الذي يضعفه هؤلاء المراجع ويضعفونه هذا الحديث الذي هو دال على نفسه بنفسه من أن دين العترة هكذا يتكلم وهذا الذي يتكلم به رشيد الحسين ويتكلم به مراجع النجف الطوسيين هو كلام الشيطان هذه الرسائل العملية هذه كتب الشيطان كتب الله وحديث الله وحديث آل الله هي هذه هذه التي أقرأ عليكم منها مواثيق وعهود ونصوص دين العترة الطاهرة رجاء أعيدوا بث الفيديو المسألة الأولى أنه هل يجوز للشخص أن ينظر إلى أخواته وعماته وخالاته وأمه وبناته أكثر من الشعب واليدين والكفين والرجلين يعني بشكل واضح نذكر المسألة الشخص يقول سيدنا أنا أروح أسبح وعائلتي وإخواتي وعماتي وخالاتي مسبح وهذه بالمسبح على أي حال ملابس سباحة فهل يجوز ذلك الجواب نعم يجوز ذلك بشرط عدم الشهوة يعني بنتي أختي عمتي زوجتي أمي تلبس ملاب السباحة وتسبح فيجوز الإنسان المحرم أن ينظر إليها ولكن بلا إشكال أن يكون بلا شنو بلا شهوة يعني سيدنا شلون جواب ما بيشلون جائز ذلك جائز ذلك ولكن باستثناء العورة وعضو هذا بعد ما يحتاج إلى توضيح أعتقد أن المقارنة إذا قارن بإنصاف بينما يقوله أصحاب العمائم الطوسية وما تقوله أحاديث العترة الطاهرة فإنه سيصل إلى نتيجة واضحة هناك انفصام حاد وواضح فيما بين دين العترة وبين دين المراجع الطوسيين والسبب واضح قد بيّنته لكم وبنحو تحقيقي وتدقيقي شامل إنه المذهب الطوسي النجس القذر الذي أسسه محمد ابن الحسن الطوسي سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حينما انتقل من بغداد إلى النجف وأسس الحوزة الطوسية اللعينة المشؤومة النجسة القذرة أتحدث عن نجاسة معنوية وعن قذارة معنوية الواقع التاريخي السابق يخبرنا عن هذا والواقع العملي الحاضر يحدثنا عن هذا وإلا هناك سؤال لماذا 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 مدينة النجف هي المدينة الأولى لواطيا في العراق الأكثر لواطا في العراق مدينة النجف العراقيون يعرفون هذا ولماذا ثانية لماذا إذا دخلنا إلى النجف فإن مساحة اللواط تتركز عند أولاد المراجع وأحفادهم وأصهارهم وأسرهم وعند أبناء الأسر العلمية كما يصبونها وهذا الأمر يعرفه النجفيون النجفيون الآن كثيرون منهم يتابعون برنامجي هذا لا يمكن أن أخرج على الأقمار الصناعية وببث مباشر وأنا أكذب على الذين يتابعون برامجي العراقيون يتابعون هذا البرنامج والنجفيون يتابعون هذا البرنامج قطعا لا أقصد الجميع ولكن هناك أعداد كثيرة تتابع هذا البرنامج من العراقيين عموما أو من النجفيين خصوصا لماذا مدينة النجف هي المدينة الأولى لواطيا في العراق ولماذا إذا دخلنا النجف فإن اللواطة ينتشر في أجواء المعممين لا ينتشر في أجواء عوام النجفيين لماذا ينتشر في عوائل المعممين لماذا ينتشر في مدارس الحوزة الطبسية بين المعممين لماذا ينتشر اللواط هناك وسأثبت ذلك لكم بالأدلة وبالوقائع وليس في زماننا هذا حتى في الأزمنة المتقدمة سأثبت هذا لكم بالأدلة والوثائق التي لا مجال للشك فيها مثلما أعرض عليكم الحقائق الآن سأعرضها عليكم قلت لكم هذا البرنامج مشحون بالمعلومات ومشحون بالوثائق التي لا مجال للتشكيك فيها النتيجة فضيحة مجلجلة للمذهب الطوسي القذر النجس قلت لكم قبل قليل من أن فتاوى السستاني هي الأقدر أقرأها عليكم مرة أخرى استمعتم وشاهدتم فيديوات الفتوى الأقدر هي فتوى السستاني لأنه هكذا قال يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عداء العورة يعني القبل والدبر من دون تلذذ شهوي والهاريبة بإمكانه أن يتلذذ ولكن من دون شهوة أليست هذه هي الفتوى الأقدر من بين مجموعة الفتاوى القذرة التي تلوتها على مسامعكم ماذا تقولون أنتم لا أقول أنصفوني ولا أقول أنصف الحقيقة أنصف أنفسكم أنصف أنفسكم فلا أطالبكم أن تنصفوني فلست بحاجة إلى إنصافكم أنا أؤدي وظيفتي الشرعية في خدمة إمام زماني وإمامي هو الذي ينصفني إمامي هو الذي يكرمني إمامي هو الذي يرحمني إمامي هو الذي يعفو عني إمامي هو الذي يعلي شأني إذا كنتم مستحقا لذلك أنا لا أطلب شيئا منكم أنا أؤدي وظيفتي لكنني أقول لكم أنصفوا أنفسكم لا تنصفوا الحقيقة ولا تنصفوا العلم ولا تنصفوا دين العترة أنصفوا أنفسكم أنصفوا أنفسكم لماذا تذهبون في طريق الضلال وطريق وأئمتكم واضح صريح موجود لماذا يمكنكم أن تصلوا إليه تابعوا برامجي لا تتبعوني ولا تصدقوني ولكن استعينوا ببرامجي كي تعرفوا الحقيقة لأنني لا أضحك عليكم وحق ضلع الزهراء ولا أكذب عليكم وحق ضلع الزهراء ولا أدلس في كلامي وحق ضلع الزهراء ولا أعرض لكم وثيقة لستم متأكدا منها ربما قد يفوتني شيء ربما أعرض عليكم في قادم الأيام وثيقة ليست دقيقة لكنني أعاهدكم أنني سأبحث بدقة إذا أخطأت فذلك شأن بشري إلا أن أخبركم من أن ما أعرضه عليكم من الوثائق في برامج السابقة وما عرضته في هذا البرنامج وما سيأتي وهو كثير في بقية حلقات هذا البرنامج هذه الوثائق حقيقية لقد تتبعتها ودققت فيها موسيقى